اشتركوا في القناة احييك الله الله يحييك يعني نحن ان شاء الله في الموعد من اجل الكلمة التي وعدتمون اياها ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وصيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله وعما بعد الحمد لله على ممن نبيه من هذا اللقاء باخوة لنا عبر الهاتف لا شك ان الله تبارك وتعالى خلقنا بامر عظيم فقال سبحانه عز وجل وما خلقت الجن والانسى الا ليعبدون وهذه العبادة هي اخراجه بالتوحيد والتوحيد معالمه ظاهرة في حياة المسلم من صباحه الى مسائح الله تبارك وتعالى ارسل العنبياء والمرسلين داوة الناس الى التوحيد ولقد بعثنا في كل امة رسولة ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاوت فعاله داوة الانبياء والرسل ان اعبدوا الله هذا فيه معنى الا الله واجتنبوا الطاوت هذا فيه معنى لا اله فجميع داوة الرسل هي داوة الى لا اله الا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشى والانبياء ابناء علات ابنان واحد فدعوتهم جميعا الى التوحيد وما يتعلق بشأن الامور العبادية فلكل جعل الله تبارك وتعالى شرعة ومنهاجة من هؤلاء الانبياء الكرام عليهم السلام على نبينا أفضل السلام وأتم التسليم ومما تجدر الإشارة إليه لمعاني التوحيد أن العبد في كل حياته وفي كل تصرفاته وفي كل أفعاله أن يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى وهذا هو التوحيد العبادة إفراد الله بأفعال وأطوال وأتقال بالمكلفين أما ما يتعلق بتوحيد الغبوبية وهو إفراد الله دون تشبيه أو تنزيل أو تأويل أو تحريف للوجه الذي يليق به سبحانه عز وجه هذا يشمل جميع أنواع التوحيد لتأمى في حياة الإنسان منذ أن استيقظ من صباحك ولذلك لو أخذنا على سبيل المثال أذكار الصباح أذكار الصباح أول ما يستيقظ الإنسان الحمد لله الذي يحياني بعدما أماتني وإليه النشور فهذا إفراد له سبحانه عز وجه بالأحياء والإيمانة ثم إيمان بالبعث والجزء والنشور والحساب فلو تأمنا في الأذكار الصباحية عندما يستيقظ الإنسان كلها توحيد فأول ما استيقظ الإنسان الحمد لله الذي يحياني بعدما أماتني اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت فهذا سبحانه عز وجه الذي يبقاك حتى أصبحت ويبقيك حتى تمسي وأحياك بعد إيمانة ويميتك بعد حياة يبدأ الإنسان كنه والله أحد قل يا أيها الكافرون أدعي أذكار الصلاة أول ما يبدأ في راتبة الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون تأملوا فهذا فيها معلم من معالم التوحيد أول ما يبدأ الإنسان بركعتين رجل يقرأ هاتين الصورة فالأولى تعدل ثلث القرآن والثانية تعدل ربع القرآن وكلها توحيد بعباده لله عز وجل صورة الإخلاص كاملة من أولها إلى آخرها قل هو الله أحد كلها توحيد وقل يا أيها الكافرون دواعة المكشرة إذا قرأ هالإنسان ومات مات على الفطوة هكذا بدأ الإنسان في راتبة الفجر في دعاء الصباح ننظر لدعاء المساء كذلك بك أمسين بك نحيا بك نموت سنة المغرب وهي خاتمة النهار أول ما يبدأ للإنسان قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون هذه السنة وتلك الراتبة وطره في الليل قل هو الله أحد يقرأ يشفعه الوطر سبح اسم ربك الأعلى ثم تريها الكافرون ثم تريها قل هو الله أحد كل ذلك تنبيه للإنسان مساء في أذكار النوم كذلك آية الكرسي وخواتيب سورة البطرة معالم التوفيق ظاهرة في حياة الإنسان في أخواله وفي أفعاله في صلاته في معاملاته محيائك ومماتك لله رب العالمين قل إن صلاتي ورسك ومحيائي ومماتك لله رب العالمين فحياتك كلها لله تبا رب العالمين سكناتك مقاصدك لله عز وجل هذا هو الموحد هذا هو الذي يرقب الله عز وجل في دعاء اشتغاثته مالك ستسأل من عينك تسألته وليما أنفقت شبابك كذلك علمك اللي تعلمته ماذا تعلمت وماذا عملت لما يعيش الإنسان على هذه السلوكيات ترتقي في النفس المراقبة والخشية والخوف وهذه مراتب عليا في الدين الاحشاب إن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك إذا عاش الإنسان علم أنه من بداية نهارة إلى خاتمة ليلة من أذكار صباحا إلى أذكار مساء كل هذا التوحيد وفي معالم التوحيد الصيام كله لله عز وجل كله عمل ابن آدم الحسن في عشر أمزالها إلا الصوم وإنه لي وعلى عسين لأنه شهر الإخلاص الصوم شهر الإخلاص يحتبس الإنسان عن شهوته وعلى غضاته بحثة معرض الله عز وجل الحج كله مراهر من مراهر التوحيد من بدايته من تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كله توحيد من بداية في الطوافع توحيد بسم الله الله أكبر الصفا والمروة توحيد لا إله إلا الله لا شريك لك لا إله إلا الله لا شريك لك عن جهز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده في الدعاء إلا كله توحيد في توحيد الصفا والمروة كذلك على فهد خير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له الملخ والحمد يحييه الميد حي الله يموت في ذي الخير وعلى كل شيء قدير مجدل ما تبارك في المشأة الحرام والدعاء ومن الجمرات الله أكبر نحر الهدي كذلك بسم الله الله أكبر ضواب العبارة وهكذا كل ذلك مواهر التوحيد واضحة لي فيه الزكاة يبحث عن مرات الله عز وجل لم يجبره أحد المال من الله فأخرج ذلك لوجه الله يبتغي ما عند الله كل هذا دل على أن أشرف عبادة يمارسها الإنسان في توحيد الله وعلى الله شديد ولذلك إذا أقبل العرض على الله بالتوحيد وفق ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بعيد هذه الأرض قراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة لذلك حديث البطاقة هذا معنا قلب انتبع بالتوحيد السجلات الذنوب عندهم أخطاء عندهم مارسات بلغت 99 سجل وثي ببطاقة مكتوف فيها لا إله إلا الله فطاشت السجلات بما في هذه من عقيدة التوحيد ليس معنا هذا يا عبد الله مارس المعاصي وخاف المعاصي ولكنك لم تشرك لا معنى هذا أن كلما ازددت لله إيمانا كلما غفر لك سيئاتك ويتعدنها فالتوحيد بابا عظيم وهو أشرف عبادة يمارس هذا الإنسان التوحيد لا يعجب شيء ليس مثل الشيء في العبادات ولذلك يغفر الله عز وجل بكل الجنوب بالمشيئة إلا الزنب الذي يزاحم التوحيد لا يغفر الله وليس داخل في مشيئته وهذا حكم سبحانه عز وجل إن الله لا يغفر أي شركة ويغفر ما يغفر ويغفر ما دون لا لكلم يشعر كونه عظم ذنب لأن الله لا يغفر لصاحبه الشركة ومتوحد بجهنم إنه من يشيك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصر خالدين فيها أبدا إن الله لا يغفر أي شركة كل هذه الوعود هذا الوعيد الواقع في الشرك تهديد لقمش هذا الفعل كل الذنوب تتحرها النار إلا الشرك خالدين فيها أبدا لا تتحرهم لشدة ما وقعوا فيه من جرم كل الذنوب تحت المشيئة إلا الشرك إن الله لا يغفر أي شركة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأوصح نفسي وإياكم بالحفاظ على التوحيد في أقوالنا وأفعالنا واعتقادنا والحذر من الشرك في أقوالنا وأفعالنا واعتقادنا وربدا نراقب القلوب في الأفعال والأقوال وأن تكون خالصة لوجهه تعالى وأن نحلق من البدع وأن نلزم السنة وأن نبتعد عن المعاصي والمنكرات وأن نلازم الطاعات نصر الأرحام نترك الحرام من الخنى والزنة والربا ونبتعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يميتنا على التوحيد والسنة أمين وأن يقفين وإياكم شر الشرك والبدع والمخالفات أمين أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنا واصينا وإياكم للبر والتقوى أمين ومن العمل ما يرضى ونعوذ به من شرور أنفسنا ونحن نفسنا وسيئات أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على محمد وعاله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام شيخ بارك الله فيك يا شيخنا وجزاكم الله خيرا وجعل هذا في موازين حسناتكم السلام عليكم وبركاته شيخ هل ممكن ترجمة نانسي قنقر